وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة أكد أن زيارة جلالة الملك المعظم للمملكة المتحدة تمثل محطة تاريخية للزيارة الرسمية بين البلدين الصديقين وأكد معاليه أن منح جلالة الملك المعظم وسامة فارس الصليب الأعظم الملكي الفكتوري يمثل تجسيدا لنهج جلالته في القيادة الحكيمة والدعم وتطوير العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة تمثل زيارة جلالة الملك المعظم إلى بريطانيا محطة تاريخية من محطات الزيارات الرسمية من تولي جلالته مقاليد الحكم البلاد وهي زيارات لا تنقطع كونها انعكاسات متانة العلاقات التي تربط المملكتين الصديغة والتي تم تجويجها بمن حضرت صاحب الجلالة الملك المعظم أي يده الله وسام فارس الصليب الأعظم الملكي الفكتوري والذي يعد من أعلى الأوسمة التي يمنعها ملك المملكة المتحدة والذي يمثل تجسيدا لنهج جلالة الملك المعظم في القيادة الحكيمة ودعم وتطوير العلاقات البحرينية البريطانية الاستراتيجية في شتى المجالات كما ترتبط مملكة البحرين وجلالة الملك شارلز الثالث بالعديد من المواقف التي تؤكد مدى اعتزازه بمكانة المملكة البحرين فالغد كانت المملكة محطة رئيسية في زياراته الخارجية التي قام بها من ملك شارلز إلى الدول الخليجية والعربية ومنذ أن كان وليا للأهد وشهدت زيارته للبحرين تحديدا العديد من اللقاءات الرسمية والجولات التي عكست ما يجمع بين البلدين من روابط تاريخية وثيقة وعلاغات متميزة اشتركوا في القناة